بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلاب الصف الرابع الابتلائي مرحبا بكم في قناة الدرس انجليزي مع مستر عوض ربيع يا رب تكونوا بخير باشكر كل الناس اللي بيدعمنا باللايك والشير والتعليقات الجميلة واللي بيشوف من اول مرة ما انساش يفعل الجرس واشتراك في القناة عشان يوصلوا كل ما هو جديد كمان ما تنسوهش من اللايك والشير والمنشن الجميل لاصدقائكم واصحابكم ان شاء الله النهاردة نحل من كتاب المعاصر صف الرابع الابتلائي صفة 49 وخمسين محافظة القاهرة يلا بينا مع السؤال الاول listen اسمع and write through all fours number one رحيم غازالز لك فيري بيوتفول يبدو الدنيا جميلة تروصح number two زي لي بتعيش in the صحراء ديزر في الصحراء تروصح رقم three زي هاف لليها لوند هورنس قرون طويلة تروصح رقم four زي هاف لليها دارك كالر ديكوتس يعني فارو رقم زي الوان دي فول صغر بعد كده السؤال التالي choose the correct answer اختر الاجابة الصحيحة number one زي بي الكارير ساعي البريد delivers بيوصل اي garbage كمامة ولا الالكترونسة القهرباء ولا parcels الطرود ولا بايبس المواسير يبقى بارسل number two زي امبرار الامبراطور ليوزي بيعيش فين انهزبتل في المستشفى ولا سكولي المدرسة ولا تينت الخيمة ولا بالس القصر بالس القصر رقم three زي بير الدب is no زين زابيليكن عن البجعة طرح ما في عندي كلمة زين يبقى الصفة er يبقى stronger رقم four this mechanic هزي الميكانيكي نوع بيصلح السيارة لاحظ كده ان الميكانيك ده مفرد والمفرد ياخد is والار ياخد is بعد كده السؤال رقم three read اقرأ and complete اقرأ وكمل اقرأ وكمل النص بيقول عندك في البوكس السندودة كلمان زي wait مبتل practice you wear electric الكهرباء light ring park بيقول my sister الاختي is an electrician كهربائية she studied هي درست and practiced ومعرصت for three years لمدة ثلاث سنوات before she became قبل وتصبح an electrician كهربائية she knows هي تعرف how to work كيف تعمل سفلي بحرص وبعناية وازمع electricity الكهرباء to use لكي تستخدم electricity الكهرباء سفلي بأمان never touch لا تلمس anything أي شيء electric الكهربائي بإذنواتها نسبة what مبتلة مبتلة السؤال رقم 4 read اقرأ الماتش اقرأ ووصل number one camels الجمال كاليم ممكن تعيش وزاوة water من الماء for a long time الفترة طويلة رقم c زي يستخدم rain water مياه الأمطار لي to water the seeds لكي يسوق الميل السيدز البزور رقم c دبيتة دبيات is famous مشهورة b في المشهورة a for دبيات cheese رقم a رقم four the garbage collector جامعة القمامة take away our garbage بيخرج من القمامة دي رقم four بعد كده معنا السؤال رقم five read اقرأ the text and answer the question ويجاوب على هذه الأسئلة بيقول my name is may اسمها may my father abby is a fisherman he works بيعمل in the fishing industry في سرعة من السمك he wakes up بستيق very early مبكرا and goes out بيخرج on his boat في القرن بتاع to catch fish عشان يستر السمك ثم in the afternoon بعد الظهر he comes back بيعود and sells بيباع his fish السمك بتاع my uncle عمي is a farmer he works بيعمل in the farming اذا باوكل عن ايه transportation وسائل النقل ولا fruits الفواكه ولا وطر الماء ولا jobs الوظائف jobs رقم do the underlying phrase العبارة تحت خط كلمة wakes up يستيقظ means يعني get up يستيقظ ولا make up يؤلف ولا goes up يصعر الى اعلى ولا يقلع عن يباع كلمة gets up بعد كده رقم بي بيقول answer the following question جواب عن هذه الاسئلة number c بيقول who is a library من هو أمين المكتبة هل في اللحنة بيعمل ايه he looks after بيعتني بي the trees الاشجار and gives them water and neutrin تسوى عناصر غذائية بعد كده معنا سؤال الرابع reorder اعد ترتيب هذي الكلمات لكي تكون جملة مفيدة number one بيقول i think i think انا اعتقد the spiders are helpful رقم two بامرز نبات البردي is a very special plant رقم c what do egyptian farmers produce بعد كده السؤال السابع بانكت ويت علامات الترقيم بلايتي الجملة مش معمولة نعملها capital l a نعملها capital وفي الاخر فلسطب نعملها بعد كده معنا السؤال البراجراف عايز يتكلم عن my home منزلي عندي كلمات بيقولك where do you live اين تعيش what's your favorite food ما هو طعام مفضل نسمى مفتاح للك كلام نقول i have i have a big انا لدي i have a big home لدي منزل كبير my home منزلي is clean نظيف my bedroom is my favorite room هي حقرة المفضلة i relax and sit and in my bedroom في حقرة نومي ومكينا انتهينا من حل صفحة 49 و 49 و 50 من كتاب المعاصر للصف الرابع اللي بشكر كل من بتابع قناة درس انجيزي مع مستر عوض ربيل اشترك